أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل شهد عدد من ولايات السلطنة هطول أمطار متفاوتة الغزارة ففي محافظة الداخلية ومع ساعات صباح اليوم شهدت ولاية نزوة ونيابة بركة الموز ونيابة الجبل الأخضر وولاية الحمرة هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والخفيفة وقد تركزت الأمطار على المرتفعات والمناطق الجبلية وأثرت بشكل مباشر في انخفاض مستوى درجات الحرارة حيث وصلت قرابة ست درجات مؤوية في نيابة الجبل الأخضر ولا زالت السحب الركامية التي تبشر به طول الأمطار تخيم في سماء المحافظة حيث تشير التوقعات بتوافر الفرص له طول المطر وخاصة على المناطق الجبلية خلال الساعات القادمة كاميرا الأخبار في محافظة الداخلية رصدت بعضا من مشاهد الأمطار الخفيفة التي هطلت صباح اليوم وهذه لقطات من تلك المشاهد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر